مساء الخير على الحلوين الطيبين وحشتوني قد الدنيا يارب كلك تكونوا بخير طبعا كلنا ملاحظين دلوقتي ان فيديوهات دكتور دياء العوضي ما بقتش موجودة على السوشال ميديا عامة هي حرب شارسة على النظام لان منطقي لازم يتحارب لانه كشف الطب الفاشل وتجارة عمليات التكميم والمافيا بتاعتها هو نفسه قال ان انا اتفصلت من الجامعة بتاعته علشان اتكلم على عمليات التكميم وقال انها فشلة وما يفعش انها تتعمل لانه قال كده بالحرف عمليات التكميم بتموت انت قطعت حتة من جسمك والحتة دي بيكون فيها بوابة المناعة بتاعت حضرتك وفيه طبعا مافيا الادوية وتجار الدجاج والبيد والمخبوزات والقلبان والخضار كل ده هو مش عايزينه يتحارب لكن ان شاء الله ربنا هينصره النصر عزيز مقدر بحق دعوات المرضى اللي خفوا على نظامه وبحق الفلوس اللي وفارها للناس دي وشرى الادوية واكل مدر وبعدين بعد كده بيجو يشككوا في النظام وهو عبارة عن انه بيمنع بعض المأكلات فقط لا غير ولا وصف اعشاب ولا دواء معين يبقى فين الخطورة وببساطة كده اللي بيمشي على النظام صحة مش محتاج اي حاجة يعملها ولا تحليل ولا ان هو يروح للدكتور ولا حاجة لو اول مرة تشوفوني انا اسمي دينا ودي قناتي دي هوم شجعوني بلايك للفيديو ده فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة لو لسه اول مرة تشوفوني ابعتوا الفيديو ده لكل حبيبكم علشان يستفادوا ويعرفوا فايدة نظام الطيبات وان شاء الله ربنا يجازينا كلنا خير ونبقى عيلا واحدة في قناة دي هوم وربنا يزيدنا كده يا رب وما ينقصناش مجرد العيش الابيض بس اللي هو الخبز الابيض اللي بيديه الابيض اود العيش البلدي اللي بيتشرة من الفرن البلديو وبناكل دلوقتي توست الحبة الكاملة بتاعت ريتشي بيك حاجة كده جميلة وحاجة سهلة وسهلة الامتصاص زبطة الامعاء وسهلة الامتصاص الفيتامينات اللي لعيشوا مشتقات وكانوا قبل كده منعين امتصاص كل النظام ولوه معارضين طبعا ومحدش اكبر حد ان هو يمشي عليه طبعا نظام الطيبات ده مش اجباري كل واحد وبرحته يعني من الاخر كده لو اي حد بيقول نظام الطيبات ما نفعش معايا هو تعبني يبقى انت اكيد ملغبط مش قادر تسيب الفراخ علشان كده بقول لحضراتكم اللي مش متابعي النظام بالحرف بس فيا كزا وكزا يجي اعياد يجي شم نسيم ناكل فطير وناكل فراخ ناكل بصل اخضر ناكل حاجات كلها ممنوعة ونرجع نقول احنا تعبنين اللي جرب النظام صح وبعت خالص عن الغلطات بتاعة الممنوعات وهو بيتابع النظام كل حاجة عنده هتبقى تمام انما الممنوعات كل الناس وكل الكوكب عموما يعني عارف انها غلط الدقيق الابيض والصودة وكل الممنوعات مفيش حاجة اضافة غريبة علينا معقول يعني منع الدقيق والصودة له اثار جانبية كبيرة كده وممكن تؤدي الى تعب في الجسم وحاجات الناس حاسد بيها لما اتبعوا النظام اكيد انتوا كل يوم بتشوفوا اليوميات بتاعتي الواجبتين اللي انا باكلهم او الواجبة الوحدة او بقدم لكم اكلة مثلا او وصفة معينة باستخدم فيها حاجات بسيطة اوي ما يكونش فيها خلط كتير مكونات بسيطة وده بيكون اكلي انا هنا يعني باعتبر ان انا اكون نموذج قدامكم ان انا ماشي من قبلكم على النظام الطيبات ده خلف سنة ونصه يعني معقولة النظام فيه طمر وبلح رطب وطحينة وسمسم وحلاوة وكمان عصير قصب وييجي لحد انميا وكبدة وعسل اسود وعسل ابيض وزيت زتون وعجوة وشوكولاتة انما المنطق بيقول لو عشتي ثلاث شهور على طمر فقط مفيش حاجة منك حتنقص خالص في الفيتامينات كل الفيتامينات موجودة في الطمر انما الدكتور دي العوضي كان ممكن يكسب ملايين قدام فكرته واكتشافه اللي هو اكتشفه ده والنظام كله يعني هو اللي عمله من اوله الاخره لكن طبعا هو نشر علمه لكل الناس ونور طريقهم ربنا بارك له ويزود له النور يا ربه ويكتر من امثاله يرى انه هو كمان بيأكد لنا على الصيام ثوم تصحه الرسول عليه الصلاة والسلام اوصانه برضو بالصيام الاكل ضرره اكتر من من نفعه انك تصوم يعني لو وقفت اكل هتخف والدكتور اكد لنا على الطمر وعلى الرز وعلى السكر والبطاطس وكمان الدهون حيدخل الجسم في صمت ويخرجه في صمت مش هيعمله اي اثر جانبي للجسم اذا كانت حارب بالنسبة للرز قالوا عليه في زرنيخ الجبنة المطبوخة قالوا عليها زيوت مهدرجة التوست ريتش بيك مليان سعرات ومليان جلوتين وبيتعب شوية سكر في شوية مربة لا ده بيعمل التهابات وبيؤدي الى السرطانات فيكم انت كان جايلي ازاي نمنع عن ولادي اللبن والبيد اللي تقمال هم يتربوا على ايه خلاص تمام خليهم يكلوا مع حضرتك قبل كده ما انت اكلتي حصل ايه في جسمك جالك امراض ايه بتشتكي من ايه دلوقتي بتاخدي علاجات قد ايه هما هيبقوا كده برضو الدكتور كان كان بيشرح في الفيديوهات بتاعته اللي اتسحبت دي كلها كل المحاضرات بتاعته يعني كل الامراض عرفنا كل حاجة وفهمنا كل حاجة بدقة الفيديوهات دي انها تتنقل من مكان للتاني وبعض من الناس او الدكاترة عموما يعني بدء ان هما يغضوا الفيديوهات بتاعته دي وكمان بينسبوا اللي الدكتور قال عليه لنفسهم وما بيقولوش ان الدكتور دي العودي هو الاساس في النظام وبدءوا يغضوا الفكرة بتاعته ويطبقوها على مرضاهم هو الدكتور نفسه شرحوا قال كده وهو الدكتور نفسه قال انا نشرت العلم علشان الناس تستفيد لكن اللي حصل غير كده اللي بيستفادوا به لصالحهم هما مش بيقولوا اسم الدكتور وبيحربوا وهو كمان للأسف كمان ما كانش عامل حقوق طبع ونشر للفيديوهات بتاعته فبدأت بعض القنوات بتعتمد على الفيديوهات بتاعته لصالحهم هما في قنواتهم لانه لو كان عامل حقوق طبع ونشر ما كانش حد يقدر ابدا ياخد اي فيديو من فيديوهات الدكتور فهو له الحق فعلا انه هو سحب كل المحاضرات بتاعته اللي ذات قيمة عالية جدا وفيها شرح وافي لكل الأمراض وهو من حقه فعلا انه هو يسحبها وان شاء الله هو كان بيقول ممكن يعمل كتاب بكل المحاضرات بتاعته دي وشرحه لكل الأمراض وبالتفصيل الممل كده احسن له طبعا ان هو يحفظ علمه للناس وفعلا يبقى فيه تقدير للعلم بتاع الدكتور دي العواضي علشان علمه بقى يروح يمين وشمال وبقى يتاخذ من هنا ومن هنا زي ما شرحت لكم احنا خلاص عرفنا نظام الطيبات وماشينا عليه ان شاء الله طول عمرنا ربنا يبارك فيه ويحميه ويوسع عليه رب في علمه وهو بنفسه قال اللي يقف معاه حاجة انا عياتي موجودة انا دكتور وليه عيادة ولو لا قدر الله انتو احتجتوا اي حاجة ان انتو تروحوا للدكتور رقم واتساب بالدكتور والعنوان هكتبوا دلوقتي على الشاشة لو حابين ان انتو تروحوا له اي زيارة او تحجزوا او اي حاجة محتاجينها طبعا الدكتور موجود وهو اساس العلم واساس النظام وهو اساس المعرفة كلها وهو اكيد حيطلع علينا لايف كده من فترة للتانية يأكد لنا على نجاح الحالات اللي بتكون معاه ممكن يجاوب على سؤال او اتنين ممكن برضو يطلع كده في اي مناسبة يقول لنا كل سنة انتو طيبين واحنا مع بعض هنا في قناتي مع قناة دي هوم هنا مع دينا احنا مع بعض هنا في يومياتنا نتحاور مع بعض نتناقش احاول ان انا اجاوب على اي سؤال من معرفتي وخبرتي في نظام الطيبات بما اني عليه بقالي فترة وان شاء الله هنا مش هتزهق ابدا وانشجع بعض دايما ودايما دايما حيكون في تواصل بينا احلى اخوات في الدنيا حبيبي عيلتي الجميلة في قناة دي هوم اتمنى تكونوا النهاردة استفدتوا بالفيديو ده ابعتوا لكل حبيبكم وفرحوهم ونبهوهم وعرفوهم بقناتي هما كمان يشتركوا معايا في القناة ونبقى كلنا عيلا واحدة اعملوا لي لايك للفيديو ده وشجعوني لغاية مقابلكم الفيديو الجاي على خير استنوني في يوميات جديدة باي باي